صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بشدة الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار أمس على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخر بجروح وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين شرب الوهبة إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلي وما أسفر عنه تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك رأت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زين عكر في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن جريمة جديدة من جرائم العدو الإسرائيلي ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة إذا ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني لابد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهماجية وتابعت إن إدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة التي تعتبر خرقا للقرار 17-01 نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحضها على وقف التصعيد أصدر الناطق الرسمي باسم اليونيفل بيانا جاء فيه إن جنودنا موجودون على الأرض لمنع الانتهاكات وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية عززنا الأمن في المنطقة وفتحت اليونيفل على الفور تحقيقا لتحديد الحقائق والظروف إن أي خسارة في الأرواح هي أمر مأسوي ونحث الجميع على التزام الهدوء وتجنب تصعيد الوضع والمجازفة بمزيد من الأرواح نقلت قناة CNN عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن الأزمة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لن تنضي وقتا طويلا وأفادت القناة استنادا إلى مسؤولين رفيعي المستوى بأن البيت الأبيض يتابع عن كثب المحادثات التي تقودها مصر لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقالت المصادر أن بايدن صرح يوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه يعتقد أن الأزمة لن تمضي طويلا لكنه لم يوضح ما هو الدور الذي ستقوم به الولايات المتحدة في هذه الجهود وأشار المسؤولون إلى أن تفاؤل بايدن مرتبط جزئيا بالمحادثات التي أجراها الطرف الأمريكي مع الحلفاء في المنطقة خاصة مصر وقطر التي لهم علاقات وثيقة مع حماس آملا في أن تسهما في التوصل إلى صفقة لإنهاء عمليات القصف ختام الموجز عودة إلى برنامج يوم جديد